اشتركوا في القناة بهذه المناسبة اعرب سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة عن تشرفه بانابة صاحب السمو الملكي والي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله له لحضور حفل افتتاح المعرض في نسخته الثامنة والاربعين مؤكدا سموه اعتزازه بمساهمة الفنانين البحرينيين ضمن فريق البحرين في ابراز مسارات التنمية والتطور بالمملكة عبر اعمالهم الفنية واللوحات التشكيلية التي تعكس النتاج الجمالية المتقدم للفنان البحريني واشر سموه الى ان معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية شكل على مدى مسيرته الممتدة منصة لعرض ابداعات رواد الفن المعاصر البحرينيين وعكس زخم المشهد الفني التشكيلي واثرى بدوره الحركة الفنية في الوطن العربي وقد قام سموه بجولة في المعرض اطلع خلالها على ما ضمه بين اروقته من اكثر من مائة عمل فني لستين فنانا تشكيليا من البحرينيين والمقيمين تعكس مختلف المدارس والاتجاهات الفنية وتتنوع ما بين الرسم بشتى انواع الخامات والمواد وأعمال التركيب والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والنحت وغيرها بدورها توجهت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بجزيل الشكر والامتنان الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله لرعايته النسخة الثامنة والاربعين من المعرض مشيرة الى ان دعم سموه لبرامج الثقافة يعزز مكانة البحرين الحضارية على المستويات الاقليمية والعالمية كما وأعربت معاليها عن عميق شكرها لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على تفضله لافتتاح المعرض وأوضحت معاليها ان افتتاح المعرض يؤكد استمرار تعافي الحراك الثقافي وعودة الحياة الى طبيعتها منوها بما يعكسه المعرض من عراقة الحركة الفنية التشكيلية في البحرين والتي تقدم للمعرض سنويا مئات المشاركات من رواد الحركة التشكيلية ومن الشباب المبدعين البحرينيين والمقيمين وقد تم خلال الافتتاح تكريم الفائزين بالمعرض حيث فاز بجائزة الدانة جعفر العريبي فيما حصلت على الجائزة الثانية مريم النعيمي وحصلت نوف الرفاعي على جائزة المركز الثالث ويعد معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية من أكبر وأهم التجمعات الفنية السنوية التي تقام بمملكة البحرين وقد استقطب عبر السنوات أبرز وجوه الحركة التشكيلية في المملكة من رواد إضافة إلى المواهب الفنية الشابة ليعكس بجدارة شمولية التجربة الفنية التشكيلية البحرينية والتي تشكل جزءا هاما من الحراك الثقافي المحلي